اشتركوا في القناة وهو نائب رئيس حزب العدالة والحرية الحزب السياسي لجماعة الاخوان المسلمين يعمل عصام العريان كطبيب حيث حصل على باكالوريوس الطب والجراحة في كلية الطب بالقصر العيني بتقدير جيد جدا وتخصص في امراض الدم والتحليل الطبية العريان موسوعة علمية فهو حاصل على لسانس الحقوق جامعة القاهرة ولسانس الاداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة ولسانس الشريعة والقانون من جامعة الازهار ولدكتور عصام العريان نزعة صوفية صافية عايشها معه رفاقه في السجن عام 2006 حيث كان يلقي عليهم درسه اليومي في شرح حكم ابن عطاء الله اسكندري عقب قبص صلاة المغرب حيث كان العريان يقوم كل يوم بشرح وصية من حكم ابن عطاء الله والتي كان يحفظها على ظهر قلب ويمتع السامعين بشرح معانيها مستشدا بكتب شراحها كالشيخ عبد الحليم محمود والشيخ محمد سعيد رمضان البطي يدرك كل من عايش العريان عنايته البالغة بالاستفادة من وقته فقد كان في معتقله يستيقظ مبكرا لقراءة الجرائد والمجلات ثم تراه يراجع ورده القرآني في صلاة الضحى التي تطول لتستوعب مراجعته الطويلة للقرآن وحين يمارس الرياضة يضع السماعات على أذنيه مستفيدا بوقته في الاستماع لمواد صوتية وتلوات ومحاضراته ودروسه محددة بوقت لا يتم تجاوزه لأحاديث السمان وللعريان تاريخ طويل مع المعتقلات فقد كان أيام النظام السابق يخرج من معتقل ليدخل آخر وباختصار شديد يعد الدكتور عصام العريان أحد القلائل الذين يجمعون ولا يفرقون ولهذا السبب فالرجل يحظى باحترام الجميع إذن عبارة رجل استثنائي بمعنى الكلمة تلخص كل ما قيل في هذا التقرير دكتور عصام العريان أهلا وسهلا بيك ومنور محطة مصر أهلا بيك أستاذ معتز السعيد بوجودي معك في برنامجك المتميز إن شاء الله ربنا يخليك أبدأ معك فورا من الآخر بالعكس زي السينما اللي هما بنرجع من الخلف لاش باك ولكن نبدأ من النهاردة وقرار جماعة الإخوان بمشاركة في جمعة المقبلة جمعة 8 يوليو ليه القرار اتأخر وليه صدر النهاردة وليه أعدت الإخوان قعدوا يفكروا كتير قبل هذا القرار بسم الله الرحمن الرحيم دعني أكرر سعادتي بوجودي مع حضرتك ويمكن احنا متفقين على البرنامج من أسبوعين أو ثلاث أسابيع ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن نكون معا في وسط أحداث كبيرة جدا وقبل ما أجيبك على سؤالك أرجو أن أحيي وتحيي معي وكل المشاهدين النشطاء الأوروبيين والأمريكيين اللي معتصمين في ميناء أثينة عشان يروحوا يكسروا الحصار عن غزة والنشطاء اللي قرروا يسافروا بالطيرات عشان ينزلوا في مطارات الليد وتل أبيب وغيرها عشان يكسروا الحصار عن غزة وبيسببوا إرباك شديد وإزعاج أشد للعدو الصهيوني في شكل كبير والتصرحات والتهديدات كانت قوية من الإسرائيليين يكفي أن حكومة اليونان مددت بأنها لم تحصل على المنح المالية والقروض التي قررت لها إذا سمحت لهؤلاء بالإبحاغ وهي بتعاني بشدة حكومة اليونان وتعاني بشدة ولم تفلت من الحصار إلا سفينة فرنسية وحيدة تحتاج الحقيقة من كل العرب وكل الأحرار في العالم أن يحيوها حتى تصل إلى شاطئ غزة ويكفي أن تكسر سفينة وحدة هذا الحصار الظالم عن مليون ونصف مليون إنسان بيعانوا تحت الحصار وشعب بكامله يعاني منذ أكثر من 62 سنة في المخيمات ولا حياة لمن تنادي أنا أعتقد أنه إحنا محتاجين أن نؤيد كل الثورات العربية وكل المتضامن العالمي مع قضية فلسطين من أجل أن نكسر هذا الحصار عن الشعب الفلسطيني كله وليس عن غزة فقط أنا بحية حضرتك والله على هذه الاستهلالة وحابب أعرف السفينة الفرنسية اللي كسرت الحصار ده وقت وصل إمتى السفينة طلعت من كرسيكة من ثلاثة أيام وقفت في ميناء أتنا عشان تتزود بالوقود حجزوها اليونانيين ثلاثة أيام عشان يمنعوها ما أدريوش يمنعوها لأن معها قرار إبحار دولي صادر من كرسيكة وبالتالي هي الآن في عرض المحر وأنا أعتقد أنها حتكون امتحان كبير جدا لأنه قد تصل هذه السفينة بالفعل وقد لا يستطيع الصهينة أنهم يكرروا ما فعلوه العام الماضي من إجرام على سفينة مرمرة وقتلوا تسعة من النشطاء وكان على ظهر سفينة مرمرة اتنين من أبطال مصر دكتور محمد البلتاجي ودكتور حازم فاروق قاموا بواجب إنساني أسعفوا المصابين من الجانبين لأنه كان فيه اشتباك حصل فمصر كانت ممثلة في الأسطول الماضي على الأقل أعتقد أنه من الواجب على المصريين أن يحتفوا بالسفينة اللي ماشي الوقت في عرض البحر وأن يذكروها يوم الجمعة اللي جاي وهم في ميدان التحرير ويبقى فيه تخصيص وقت للتضامن مع السفينة الفرنسية ومع المشطاء اللي حينزلوا في المطارات ومع المشطاء اللي معتصمين في الميدان مصر كانت ممثلة في السفينة اللي فاتت بهذين الرجلين فقط رغم أم في الحكومة المصرية رغم أم في الحكومة المصرية وطبعا قصة اعتقالهم وقصة خروجهم من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والمخابرات المصرية وإنها قدرت تجيبهم قصة رواها الدكتور البلتاجي والدكتور حازم على الشاشات كتير فلا داعي لتكرارها لكننا نتذكرها الآن لأن المشهد يتكرر بصور أكثر عنفا من جانب السفينة لأنهم استطاعوا أن يمنعوا السفن من الأبحار كانوا 11 سفينة وصلوا 9 سفن لم تبحر إلا سفينة واحدة وده يدل على عمق الكراهية المتأصلة داخل نفس السفينة ضد مبادئ الإنسانية ده ناس مش من العرب ولا مسلمين ده نواب وصحفيين وكتاب أوروبيين وأمريكيين من كل الجنسيات ما فيش حد عربي أنا ما شفتش غير مصطفى البرغوتي الدكتور مصطفى وزميل طبيب وحد تاني ما عرفش زوجته ولا مين هم الاتنين بس في هذه السفينة في هذه الحملة اللي هي فلوتيلة 2 اللي هي أسطول الحرية 2 أي الحقيقة احنا محتاجين أن نقف تحية لهؤلاء وأنا أحباب في البداية أن أحييهم لألا ننسى مع الأسئلة عن مصر ده مهم وشايف أن المعنى الإنساني الذي يمثله هؤلاء هو المعنى الذي يجب أن نحمله بمعاني كبيرة جدا لأنه مصريين علموا العالم منذ فجر التاريخ وإحنا نستطيع أن نعلمهم أيضا الآن ونستطيع بثورتنا العظيمة التي يجب أن تستمر حتى تحقق أهدفها أن نعلم البشرية كيف يكون التضامن الإنساني الحقيقي وكيف يكون التسامي فوق الغرائز العنصرية والغرائز البهيمية اللي بتجعل الصهينة بكل دم بارد يقتلوا ناس مسلمين يقتلوا أطفال زي ما قطلوا عندنا في مدرسة بحر البقر يقتلوا ناس قاعدين في مبنى الأمم المتحدة زي ما قتلوا في قانا هؤلاء ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وسيأتي اليوم الذي يحاكمون فيه على هذه الجرائم كما نتطلع الآن إلى محاكمة ميلادي فيتش وكاراجتش وميليسو فيتش يتحاكم قبل كده كل السفحين كله يتحاكم وحيجي اليوم اللي نحاكم فيه نيتنياهو وليبرمان وسيلفان شالوم وبين الأصدقاء الرئيس المخلوع اللي كان بتقبلهم بالحفاوة بقالونا بقى سابق مش مخلوع كل الوسائل الإعلام الشبه الرسمية يعني بقى تقول سابق هو سابق لو مر بسلام لكن أنا أعتقد أنه أجبر على الخروج وبالتالي يمكن اللفظ الأدق فعلا ولفظ الرئيس خلعوا الشعب أجبروا الجيش على الخروج لكن اللي خلعوا خلعوا ثورة الشعب طيب مش هاولي السؤال هاخد كمان بقى بما أن حداك فتحت التعليق قلت لي جملة والثورة التي يجب أن تستمر حتى تحقق جميع مطالبها في بعض التوقتات الناس أو المراقبين كان بيروا أن ده مش مش فكر الإخوان المسلمين لا خلاص كفاية كده ونتوقف ومبارح أو هو مش محسوب على الإخوان المسلمين كان دكتور نجح إبراهيم استضافته على الهواء فقال لي عنوان قال لي دي أكبر غلطة وده لا يمكن إحنا ننزل وده إجراء خاطئ وكفاية كده وإحنا لو حسبنا كل بنص كلماته لو حسبنا كل الأخطاء مش هلاقي حد في البلد وأنا بادعو الناس كلها أنها ما تنزلش النهاردة تغير كامل نعم تغير إحنا ما تغيرناش إحنا الإخوان لم يعلنوا موقفا من قبل أيه كانوا بيقولوا دايما إحنا بندرس الموقف وإن فيه ضبابية وإن فيه دعوات مختلفة وإن فيه جهات متعددة وإن ده بيسبب نوع من الإرباك للمواطن خلينا أقولك أستاذ معتز باختصار شديد الملايين اللي خرجت في الثمنتاشر يوم بتوع ثورة مصر العظيمة من خمسة وعشرين يناير إلى أحد عشر فبراير لم يكونوا منتمين لا لحركات ولا لجماعات ولا لأحزاب اللي بيمرسوا عمل السياسي في مصر قبل خمسة وعشرين يناير كانوا بالكاد يطلعوا 4-5 مليون بالكاد اللي منتمين لأحزاب وحركات وهيئات بما فيها الإخوان المسلمين لا يتكاوزون بالكاد 2 مليون 2.5 مليون بما فيهم أعضاء الحزب الوطن اللي اتحال إذن أنت أمام تيار شعبي هذا التيار الشعبي تحركه أهدافه الحقيقية ولا تحركه انتماءاته السياسية يعني لو الناس متصورة أن الإخوان لو قالوا هنشارك حينزل خمسة يبقوا غلطانين غلطانين لو الناس متصورة إخوان لو قالت مش قالت مش هنشارك يبقى مش هينزل غير عشر تلاف يبقوا غلطانين لأنه الذي يحرك الناس ليس من قسرية ولا اعتلافة ولا اعتلافة ولا دا من دا من حزاب يحكى شعورها من خطرها من خطر الوطن شعورها بالأمل في إنجازها في محدد اللي بيخلي الناس النهاردة تندفع أو نتوقع أن تكون المشاركة عالية في يوم 8 يوليو اللي حصل اللي حصل في البلد اللي حصل في البلد باختصار إن الناس قلقة هل نحن في الطريق الصحيح نحن لن في الطريق الصحيح أكثر شيء يقلق الناس هو التأخر في إعادة بناء جهاز الشرطة في ممارسات جهاز الشرطة لأن بدون جهاز شرطة حقيقي يؤمن البلد ويؤمن الناس ويؤمن مسار العمل والإنتاج مش حيبقى فيه لا إنتاج ولا انتخابات ولا اقتصاد حر ولا حضرتك تبقى قاعد في بيتك مرتاح ولا قاعد في الاستيديو مرتاح ولا عبد مرتاح اللي حصل أمام مصرح البلون ثم تكرر أمام مزارة الداخلية ثم تكرر في مدان التحرير من صدامات جعل الناس تشعر القلق أضيف إليه قلق أكتر وهو أن الأوراق التي أمام القضاء في القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين واضح أنها لم تكن مستوفاة مين اللي بيعد الأوراق دي؟ بيعدها تحريات جاية من جهاز شرطة ويعدها تحقيقات جرت في النيابة يعني الآضي وأنا شاركت في هيئات قضائية تأديبية مش قضاء عادي بنحكم بالوراق اللي قدامك بالضبط فالوراق اللي قدامك لو لم يكن مستوفاة لا تستطيع أنت كقاضي أن تحكم بعلمك أو برأي العام أنت بتحكم بالقراء والأدلة والشهود فإذا لم يكن هذا مستوفي بتضطر تحكم بالبراءة وهو ده اللي حصل إذن ما وصل للقضاء لم يكن مكتملاً لم يكن مكتملاً أنا أبرق القضاء المصري تماماً أي أن كانت الاتهامات التي قد توجه إلى بعض الأسماء في القضاء لأنه حكتين كبار في مصر يجب أن نحافظ عليهم أي الجيش لأن هذا الجيش هو درع الوطن هو الذي يحمي استقلاله والذي يحمي حدوده والذي يؤمن مسيرة الوطن والجهاز القضائي تشرش له كلمة كبيرة جداً في أيام الحرب التانية لما اترفعت قضية قدام قاضي عشان طيارات بتنزل وتقلق البيت منزل مواطن لا القاضي نفس هو بيعكم مش عارف يعكم في القضايا فرح قال قرار المطار ده يتقفك ومحالة حرب تشرش قالك أقفل المطار ولا أهدر حكم القضاء حكماً قضائيا ليه؟ لأن القضاء هو الحصن الأخير للمواطن كما أن الجيش هو الحصن الأخير للوطن فالقضاء هو الحصن الأخير للمواطن إذا المواطن ما لقاش حق قدام قاضي تبقى يعمل إيه؟ بزرط هيروني هاخد حقه بيده صح تبقى البلد تحولت لغابة والبلطاجة بقت الصمة العامة إذا الناس اللي بتتظاهر في السويس أو في أي حتة تاني اعتراضاً على أحكام القضاء لا تعترض على الحكم ذاته هي تعترض على الحالة يا دكتور عصام تعترض على الحالة التي أدت إلى صدور هذا الحكم بعدم كفاية الأدلة بعدم كفاية التحريات بعدم كفاءة التحقيقات لأن دي مسؤولية النيابة ومسؤولية الشرطة اللي بتجمع لدي طبعاً جهاز الشرطة محتاج إلى إعادة نظر كاملة كاملة تصرحات النهاردة قلناها جاءت مفاجئة بتصرحات اللواء منصور العيسوي بإعادة حركة تنقلات وسع لتطهير الشرطة تشمل مئات اللواءات البعض بيقول أن التوقيت إعمال البحير لسه زمننا وإحنا عادينا نتكلم قال لك أنا خايف من التوقيت القرار ده قبل الجمعة قيل في تبرير ما حدث يوم الثلاثة والأربع اللي فاته أنه كان هناك تسريبات عن حركة البوليس دي حركة دائماً بتطلع في أغسطس بس هم مظاهرين عايزين يطلعوا السنة دي بدري قبل رمضان وقيل أن التسريبات قالت كده أن فيه خروج عدد كبير جداً من قيادات ومن اللواءات فهؤلاء هم الذين بدبروا محاكس وأظهروا الشرطة من جديد بنفس المظهر القديم ده أحد التأويلات التي سمعتها من بعض المحللين خلينا أقول لك عشان نرجع الوراء أسفاة معتز فضل كيف كانت ضباط أو الطلبة التي حقوم بكلية الشرطة كلنا كان عارف طبع كان فيها وصايت كتير جداً جداً وكانت الناس بتدفع مبالغ هائلة كانتش كوسة بس كانت معها البشاميل كوسة بالبشاميل دي النقطة التانية بقى كيف كان يتم التوزيع داخل هيئة الشرطة والترقية الاستثنائية داخل هيئة الشرطة على الأماكن المتميزة أو الأماكن التي فيها مجال يعني حتى بالمرتبات بس حتى من غير الحاجات اللي وردت لتعطي الترابيزة كان فيها مزايا كبيرة جداً بالوصايت يعني مثلاً لما يبقى سياسي كبير زي عبقى حج مال الدين أخوه بيترقى استثنائي لغاية ما يوصل لرطبة عالية جداً في الشرطة ويبقى قائد قطاع كبير جداً في الشرطة دي مسألة ولقوا المين ولقوا للنظام السابق اللي كان شقيقه أحد أعمدته السياسية لما يبقى حد تاني حد تالت حد رابع كل ده شفناه جيداً وإحنا عايشين في السياسة بقى ناربيعين سنة شفنا كيف كان الناس تلتحق نحن نحتاج إعادة نظر شاملة شاملة في بعضها عاجل زي ما بيعمل كده السيد منصور العسل وعايزة وزير حازم نقول أنه آه فيه إجراء عاجل فيه عملية جراحية عاجلة داخل جهاز الشرطة لأنه لا يمكن ما ينفعش أن يستمر بهذه الطريقة وفيه إعادة بناء بقى إعادة بناء تاخد ثلاث سنين تاخد خمس سنين تبدأ بمواد التدريسية داخل كلية الشرطة الشرطة عاشت طوال المئة سنة اللي فات وليس للعشر ولا للتلاتين اللي فات المئة سنة اللي فات الشرطة في خدمة النظام حتى لما كان النظام في إيه الإنجليز كانت الشرطة بتسمع الإنجليز إلى أن تمردوا عليهم قبل ثورة يوليو في التاريخ المشهور 25 يناي كانت الشرطة بعد الثورة في يد النظام أيضا إذا لم يشعر ضابط الشرطة أن الكلمة اللي قالها الحسيني أمر واللي طلعت في الفيديو المشهور إحنا أثياده ده شعور لدى كتير من النهار الضباط ما زالت آه ده شعور بيترسخ بالممارسة والتدريب ومناء ما ينفعش تشيله بيوم وليه ما ينفعش شيله بيوم وليه طب عايز أخذ تعليق من اللي هو فؤاد علام على هذه التصراحات لو حضرتك تسمح لي سيد اللي هو أهلا وسهلا بيك أهلا بيك يا صديقي تحيات وتحيات دكتور عصام العريال لحضرتك أهلا وسهلا النهاردة إعلان من وزير الداخلية عن حركة تنقلات واسعة لتطهير الشرطة تشمل مئات اللواءات محتاجين لخبرة حضرتك الأمنية توضح لنا مغزة وتوقيت هذا القرار وكيف سيطبق الأرض الواقع هو كل سنة في شهر يوليو بتجرى حركة تنقلات أنا مع غاية الوقت ما أعرضش أنه ممكن تكون شاملة لمئات اللواءات الله أعلم ده تصراحات على وكالة أمباء الشرق الأوسط يا سادت اللواء لا معلش يسيبك من الأمباء الشرق الأوسط والإعلام والكلام دعب البكرة حزيز أو بعد وحتيجي في الجرائد أي ومع أي أنكات هو من حركة التنقلات بتوجرها تبقى لاحتياجات الوزارة والأماكن الشغرة ويطلعوا المعاش وحيشغلوا مين وحيقضوا مين يعني لها ضوابط إدارة شؤون الضباط بيبقى عندها دراسة وعندها تصور وبناء عليه بتقوم بهذا الإجراء كل السنة في شهر دو الإجراء السنة دي هيكون مختلف وبصورة أكبر توقعاتك وبصورة أشمل لا حسب احتياجات الوزارة حسب ظروف الوزارة يعني أي تصور لأي حاجة تانية من بتاع حسب ظروف الوزارة إيه الأماكن الشغلة فيه كم لوطله على المعاش فيه كم واحد ترقم فيه كم مكان حسب احتياجات الوزارة اللي حتم الحركة بناء على طيب حضرتك شايف يعني إن ده إجراء طبيعي ما فيهوش عادي من أقولك كل سنة في شهر يوليو بيتم هذا الإجراء طيب توقيته وتوقيت إعلان هذا قرار قبل 48 ساعة من الجمعة المقبلة ملوش أي مغزى عند حضرتك يعني محاولاتك تصير ذي الملحة قد يكون لها علاقة قد ما يكونش لها علاقة ما حد شيء يقول هذا الكلام لما أنا شاسار لا أتتصور أن يكون لها علاقة بهذا الموضوع شاءت اللي هو فؤاد علام بشكرك شكرا جزيلا زاد الأمر غموضا لا لا أنا لا أتوقع أن اللي هو فؤاد علام يقول غير كده اللي هو فؤاد علام خدم في الوزارة سنين طويلة وخرج وهو لم يحقق أمله أنه يطبح مساعد وزير لقطاع أمن الدولة أو وزير لأنه خدم هذا النظام خدمة كبيرة جدا سنوات طويلة أي ومرس ممارسات يعني لا داعي مش مجالها الآن يعني كل الناس عرفها وهو عرفها ممارسات لخدمة النظام وصلت إلى درجة التعذيب وأحيانا اتهم بالقتل يعني شهيد كمال السنانيري ما زالت الاتهمات معلقة فوق رأس اللي هو فؤاد علام أنه اللي كان مسؤول عن ما تعرض له كمال السنانيري مش كمال السنانيري بس كلنا سنة 81 أفسح أبن أقول لك حاجة بسيطة يا موتز الزكريات بما أنك أزعت شيء عن هذا في البداية أنا في مارس 82 أخذت تخطي 2 سبتمبر كنت أول أو تاني وعد يخش لسجن الاستقبال في الطرق وبعدين عشنا في الاستقبال وقبل وقفة عرفات كانت بدأنا الأمور تفك السادات عمال يصول ويجول في البلد كلها ويهدد ويوعد ويتوعد ويهدد عبود الزمر يعني كلام معروف واتفقنا بقى أن إحنا هنعمل نصوم يوم عرفة ونفطر السجن كله مع بعض كان اللواء محسن السرساوي كان عقيد ساعدها العقيد محسن السرساوي قائد السجن فقالنا له هنفطر ونروح إحنا نطبخ بنفسنا ونعمل الفتة ونعمل كل حاجة هتقولنا بس المواد وننتخلص كل حاجة كانش في لها زيارات ممنوعة عننا كل حاجة فالله حصل أنه اتقتل السادات ومعرف اي اتقفل السجن وبقى اتغم اي وبقينا في حالة صعبة جدا فاستدعينا كلنا بقى يوم 17 16 17 أكتوبر أنا استدعيت مع مجموعة إلى التعذيب وكان اللي هو فؤاد هو استدعيت بتحكي لك أنك استدعيت لحفلة اه لا احنا اتخذنا على التأذيب وفجأة اتنقلنا إلى سجن المرج لقينا مسبحة هناك لأنه كان تحقيق قضية قتل السادات أحد الأماكن تعالى في قتل السادات وكان مطلوب طورتنا احنا في قتل السادات أنا واحمد أبو الفتوح شقيق الأخ العزيز دكتور عمون عم الفتوح واحمد عمر مسلم كان رئيس تحاد طلبة القاهرة في ذلك الوقت ومجدي وردة أخو أخو متحك حك حك وردة أخو متحك وردة ملوش دعو بالإخوان بس كان معانا في الموضوع وحلم الجزار اللي هو مسؤول الإخوان الوقت في مدينة في 6 أكتوبر المهم فعديت المرحلة دي ورجعت سجن الاستقبال تاني وبعدين رحت سجن أبو زعبل ورجعت سجن الاستقبال تاني ورحت سجن الألعة عدينا ده كله رجعت أبو زعبل وفي شهر ثلاثة قالوا لي لما حكتك أنت مطلوب ليه؟ رايح الوزارة فروحت مكتب اللي هو فؤاد علام واخت حكتي ومعايا ظابط لطيف كده نقيب قال لي ان شاء الله هتروح طول الله هو أعلم فدخلت عندي اللي هو فؤاد علام أول ما شافني قال لي ما انت كويس هو طوله كويس إيه؟ قال لي مولي الأستاذ عمر التلميساني يقول لي انت بتموت واندك تعذبت وانك حصل وحصل طوله آه أنا كنت هموت وتعذبت وحصل 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 في المرج وفي الاستقبال وفي القلع وفي كل عدة روحته فبصيلي من فوق وتحت وقال لي طب يطلع بره طلعت بره الضابط قل لي إيه؟ قلت له ولا إيه ولا إيه؟ مش عارف يعني هتروح بيتكم كان الناس بلا يتروح قلت له مش عارف والله سهل ست النقيب أنا قاعد واقف معاك فلاق الجواب جاي عيني حط راسه في الأرض لقى الجواب إنه يرجعه تاني إيه؟ السجل كنا في شهر مارس فالرجل قال لي أنا مكسوف قلت له مكسوف مني وقتا ذنبك إيه؟ انت جايبني ومرجعني خلاص فرجعت كلهم طبعا زعلوا جدا لأن إفراج عن واحد وإحنا في المعتقل بيدي أمل لكل الموجودين إن هم حيطلعوا وإذا كان واحد معروف وقضيته ومعقدة يعني ولك يبقى العملية إيه؟ فكت فكت خالص فلما رجعت كلهم اكتقبوا وأنا حتى أخفف عنهم فكان في إيدي اللي هو في وقت علام ساعت أنه روحني يعني كان أنا قرار كل حاجة لكن هو قال لك لأ رجعه تاني قعدت من شهر ثلاثة لغاية نهاية شهر إيه؟ أغسطس ست شهور تانية لغاية ما كملت سنة تقريبا فالله هو في وقت علام لازم يقول الكلام ذكريات جميلة كنا بيقول دايما ذكريات جميلة أو أيام حلوة الله لا يعيدها الله لا يعيدها فهو اللي هو في وقت علام يقول لك كده أن الشرطة دي حركة عادية وما فيش جديد لأنه التغيير في النفوس والعقول أولا إذا لم تتغير عقلية رجل الشرطة في مصر حنظل أمام هذه المشاهد المتكررة من إساءة المعامل المسألة أصلاها مش متعلقة بمجرد إن سياسي بيعارض فيعذب المسألة متعلقة بمواطن رايح يبلغ في الإسم عن سرقة بيته عن مشكلة مع جاره كيف يعامل كيف يستقبل مواطن رايح إدارة المرور عايز يرخص عربيته حيدفع عشان يخلص ولا حيخلص من غير ما يدفع مواطن رايح إدارة الهجرة والجوازات يستعلم عن حاجة رايح مصلحة الأحوال المدنية تقول لي بالله عليك إيه داعي إنه مصلحة الأحوال المدنية تظل في قبضة شرطة إيه الداعي إنه يبقى فيه حاجة اسمها الإدارة العامة للانتخابات ما زالت موجودة في وزارة الداخلية ده كله ماله إيه داعي إنه مصلحة السجون تظل تابعة للشرطة ما ده كله ممكن يروح هو مصلحة الأحوال المدنية أحيانا بس بيحطوا عليها رئيس يعني دي تفسير متواضع من عندي ممكن يكون غلط تماما يعني دايماً بوجودها عشان يحطوا فيها اللواء يكون مسيحي فيقولوا إن المسيحين كمان بياخدوا لواءات طب تما خلوه مسيحي بس يبعدوه عن الشرطة يعني ده بيحصل لا يعني عايز أقولك إنه مثلاً في بلد زي أمريكا المباحث الفيدرالية الجنائية منفصلة في بلد زي بريطانيا اسكتلاند يارد منفصلة الأمن المركزي كله جهاز قمع ضد المظاهرات إيه لازمته أنت الوقت فيه الشعب يريد إسقاط النظام أسقط الشعب الدكتاتورية أو الدكتاتور ولكن النظام إذا لم يتغير بنظام ديمقراطي يبقى أنت لم تحقق أهدافك فالفلام الكريتون لما تقطع الرأس خلاص الوحش بيموت أما إحنا قطعنا الرأس وما زال الوحش عايش لسه لسه لأن العقلية يجب أن تتغير ومن هنا الشرطة يجب أن تكون في صف الديمقراطية أكيد تحمي حق المواطن في التعبير حق المواطن في التظاهر حق المواطن في أمنه وتتخلص الشرطة من التضخم الكبير الذي حصل فيها هذا التضخم الكبير بتجزئة الأمور وإخراج ما هو ليس ضروري إلى أجهزة مستقلة من زمان بنقول أن مصلحة السجون تتبع وزارة العقل لأنها دي الأحسن عندك أحكام صدرت تنفذ تراجع يبقى دي يكتبعك هذا ويبقى لقى شرطة خاصة شرطة السجون هو أنت هتعمل إيه في شرطة السجون عايز مباح السجون عشان تشوف تهريب المخدرات داخل السجون والجرائم اللي بتتم داخل السجون يبقى حاجة مخصوصة صفيرة لكن غير كده التضخم الكبير لجعل جهاز الشرطة أقوى جهاز في البلد يؤمن النظام حتى كان بيعاد الجيش يعيز الشرطة في السنين الأخيرة كان بيكتب تقارير ضد الجيش إن الجيش ضد التوريس أي وخبالك كان بيكتبوا هذا التقارير بيكتبوها وفيه صحفيين كتبوا الكلام ده قال لك إحنا اطلعنا وإن فيه ورق خرج من مقر أمن الدولة بيقول للرئيس إنه الجيش ضد التوريس وإن فيه قيادات في الجيش ضد التوريس وبيقولوا كده علني ودي كانت حقيقة أعتقد إنها كانت حقيقة واضح وكانت هي الخطة يمكن حتى كان ضيف من ضيوفي أستاذ عبدالحليم أنديل غالبا قال لي عشان كده برر بسبب ده إنه كانت الخطة إيه أول خطة إيه هي تخلص من كل رجال مبارك دي الخطة كانت جهزة في الجيش عشان كده هي الرؤوس اللي طارت في أول مرحلة لأنه كانت خطة جهزة واضحة ده كانت تحليله على مسؤوليته الشخصية أنا أعتقد إنه الجميع يدرك أنه الجيش كان ضد التوريس والجيش كان ضد بيع البلد بيع البلد بيع الأراضي بيع الشركة بيع الحاجات دي كلها والجيش كان بيعتبر نفسه في صف الشعب وليس خصما للشعب على عكس الشعور اللي كان عنده حبيب العدلي وقيادات وزارة الداخلية إنه هما بيكرهوا الشعب وإن الشعب بيكره دي نقطة كانت جوارية اللي كانوا مترددين بقى لدعم مشروع التوريس أو عدم دعمه الأمريكان كانوا عايزين يشوفوا الحكاية هتروح لفين ويبقوا معا ماشي عشان كده كانوا متزبزبين يعني لاحظ حاجة أنا كتبت مقال أحلل فيه بيانات الجيش الأربعة أو الخمسة الأولى ومقال موجود على النت ومقال كان مميز جدا دي رجع ده مع موقف أمريكا الجيش كان واضح أنا أحترم مطالب الشعب أنا ححم الشعب لن أتعرض لي أنا لست بدين على الإرادة الشعبية الأمريكان قاعد يقولوا إحنا في انتظار الإصلاح الرئيس مبرك يجب أن يعمل داما بيعملوا لأتي في سوريا يعني خلي بالك بيعملوا نفس السيناريو في سوريا وبيعملوا نفس السيناريو في الليبيا دي السنة لما يشوف الميزان هيطب مع مين عشان كده أول ما بدأت مظاهرات ميديونية في حماه وبدأت سوريا تخرج من إطار العشرات والمئات إلى عشرات الألوف وبئات الألوف بدأت أمريكا تتكلم حتى واحد كاتب النهاردة ما قالها في الشرق الأوسط يقول لك لماذا لم تخرج الآن لأن أوباما خرج مرة الآن ناو 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 بدأوا حيقولوها الوقتي لسه ما قالوها في سوريا إذن الإخوان سيشاركي يوم الجمع وعايز أعرف حضرك تأكد لي السبب أو الأسباب اللي بعد قلت الموضوع كان تحت الدراسة واحد اثنين ثلاثة لماذا سيشارك الإخوان في هذه الجمعة رغم أنه في جمعتين سابقتين لم يشارك فيها الإخوان أنا بتكلم معك كمحل للوقت أيوك كمحل أنا لست عضوا في مكتب الإرشاد ولم أشارك النهاردة في اتخاذ قرار ولكن قمتك محفوظة في الحزب أنا وصني البيان زي أي واحد وصني على الإيميل فسألت الكلام ده صحيح قالوا أوبعتنا لك البيان على الإيميل ما سألتش بقى سؤال بعد وليه لا هقول لك أنا أبو أنا عشت في الإخوان عمري دايما ما دال لأنا بقول وما عارف إزاي نفكر يعني الإخوان مع بصلة الشعب عندما ترى أن البصلة الشعبية في اتجاه ضرورة الضغط من أجل تصحيح المسار أيوة فهي تضغط مع الشعب من أجل تصحيح المسار الإخوان رأت الآن أن الظروف بالذات في أحكام البراءة اللي طلعت في القضايا الفساد وفي عدم استفاء الأوراق اللي أدى إلى الإفراج عن ضباط متهمين بقاتل المتظاهرين وتفجر الأوضاع في مدينة السويس والتخلي عن النداءات التي كانت تمزق الصف الوطني في الجمعة بتاعة 27 مايو الشهيرة الناس قالت لا احنا مش هنطالب بلوقتي بمطالب سياسية ولا مطالب تحدث انقسام وطني أنا هنطالب بتحقيق المطالب الأصلية التي خرجنا إليها من قبل هداية يدفع الإخوان جميعا إلى أن نؤكد على ضرورة التوافق الوطني العام من أجل استكمال مسيرة الثورة إحنا عايشين في مسارات متوازية غير متقطعة ولا يختلف بعضها عن بعض بمعنى أنها جميعا تريد أن تحقق الهدف الهدف الذي نسعى إليه جميعا كمصريين الآن هو إنجاز التحول الديمقراطي لأنه دون إنجاز التحول الديمقراطي هذه الثورة لم تحقق هدفها هدفها إسقاط النظام أي إسقاط الديكتاتورية ضد الديكتاتورية هي الديمقراطية هدفها تحقيق الاستقلال والكرامة الوطنية لأن النظام السابق كان أهان مصر وأدلها وجعلها تابعة ليس فقط لأمريكا ولكن للعدو الصيون النظام السابق كان نظام فاسد وظالم لأنه حقق معدلات فقر رهيبة ومعدلات بطالة رهيبة ولم يكن هناك عدالة اجتماعية فالنظام الجديد يجب أن يحقق الكرامة الإنسانية للمصريين يحقق نسبة توظيف التزويب أو تقليل الفوارق بين الدخل الأقصى والدخل الأقل العدالة الاجتماعية عشان كده كانت حرية كرامة عدالة إنسانية دي كانت الشعرات هذا كله احنا بنحققه نعمله إزاي؟ نعمله إن احنا نضغط الضغط الشعبي كمجتمعين كمصريين من أجل تحقيق هذه المطالب نعمله بإن احنا ننتقل الانتقال الحقيقي إلى مسار الديمقراطي المسار الديمقراطي إنك توجد مؤسسة تمثل الشعب لأن الشعب النهاردة يريد أن يحقق المطالب وحيحققها فقط بالتظاهر كما سنتظاهر ولا يحققها أيضا بالبرلمان الذي يجب أن يكون موجودا ليترجم أمال الشعب في قوانين وخطط وميزانية وارقابة على حكومة يحقق بإنه يظل يطالب يطالب ولا إنه يتحمل المسئولية عن طريق انتخاب حكومة حقيقية بتعبر عنه فبالتالي بهذه الحكومة مسؤولة أمامه مسؤولة أمام البرلمان وحكومته الناس النهاردة بتتهم الدكتور عصام شرف يقولوا أنت جيت من مدان التحرير تب ما عملتش حاجة ليه أيوة بس الدكتور عصام شرف معين مش منتخب آه جاي في مدان التحرير كحكومة منتخبة لها أغلبية برلمانية وتبدأ العجلة الدور يبقى الحكومة دي فعلا حكومة بتمثل الشعب كان ممكن يكون في حكومة منتخبة وانتخبات مجلس شعب والفترة اللي احنا على ما نوصل لمجلس شعب كنا خلصنا الدستور يا دكتور عصام أيوة هي المشكلة مش ضيعنا وقت الدستور ما بيتسلقش الدستور يجب أن يفكر فيه جيدا ويجب أن يكون محل توفق ما الناس السفتت على تامن مواد وبعدين طلق إعلان دستوري في أسبوعين 60 مدة ولا كم حاجة و60 مدة ليه لينظم الجزء الأول من المرحلة الانتقالية أنت الآن أمام تحول خطير أنت عملت ثورة كبيرة جدا ولا يجوز أبدا أنك تسلق دستور أو تشكل لجنة معينة هي اللي تعمله لأنه اللي حصل في مصر إيه احنا عندنا دستير قبل 52 دستور شهير اللي هو 23 ودستور فرد اللي هو دستور سنة 30 وأسقطه الشعب بعد 3 سنين هذا دستور 23 كان عظيم ولكن لم يحترم ولم يجري تطبيقه وحرم حزب الأغلبية اللي كان حزب الوفق من أن يحكم إلا ربع المدة سبع سنين ونصر جنا بعد 52 إيه اللي حصل وعلى فكرة دستور 23 عملته لجنة معينة لكنه كان رائع كان جميل في ناس بمرحلته التجهية رغم أن سعد باشا زغلول اعترض عليه لكن يسمى اللجنة اللي عملته لجنة الأشقية لأنها لم تكن لجنة متخبة بعد 52 بدأنا نخش في دستير وإعلانات دستورية مؤقتة كلها ومصنوعة ولما تشكلت لجنة شعبية تمثل عامة القوى السياسية والمفكرين في سنة 53 وعمل الدستور سنة 54 بعد سنة وشوية رمى الرئيس عبد الناصر في صندوق القمامة ورمى مجلس قيادة الثورة وحكموا بدستير هم اللي عملوه أنت أمام وضع جديد هذه الثورة تريد أن تعيد لمصر مكانتها الدستور يجب أن تشكل له لجنة منتخبة وليس لجنة معينة وهذه اللجنة المنتخبة يجب أن تكون ممثلة لأطياف مصر كلها مش قانونين بس بيقولوا حاجة حكمة جميلة جدا في الحرب يقولك لو تركت الحرب للعسكريين فقط هذا خطأ كبير جدا أيضا لو تركت الدستور للقانونيين فقط يبقى خطأ رهيب جدا لأن القانون يقولك أنا هفصل لك إيه أنت عايز إيه لازم يبقى علماء اجتماع وعلماء نفسه سياسة وعلماء نفسه ورياضيين وأدباء وفنانين وكتاب وأطباء ومهندسين كل الفئات هتختار دول إزاي من برلمان منتخب البرلمان المنتخب ينتخلهم من خارجه في المقام الأول وليس من داخله وهؤلاء ياخدوا وقتهم يعودوا ست شهور تمن شهور الخطة الموضوعة في الإعلان الدستوري أن البرلمان في الست شهور الأولى بعد انتخابه يختار هذه الجمعية وفي الست شهور الثانية على الأقصى لازم تكون انتهت من وضع الدستور وفي خمستاشر يوم يطرح الدستور الاستفتاء هذا هو الوضع وإحنا أمام تحدي كبير أن ننجزه ولا يجوز أن نستهلك الوقت في جدل ليس له معنى بعد أن قلنا جميعا أن إحنا راضيين بنتيجة الاستفتاء وأن هذا الاستفتاء وفق عليه 77% على هذا الطريق الواضح المرسول فالمشكلة مش في الدستور ولا المشكلة في من يضع الدستور هي دي القصة كلها هنرجع لقصة ولكن أعيز أقول لحضرتك أنه كان يقال ده سؤال هسأله ونجاوبه بعد الفاصل أن الجماعة كانت مشاكلة ريالة قوي لأنها كانت تحت ضغط وتحت استرس وكان فيه مشاكل لما دمت دنيا تحللت كترة المشاكل وظهر التصرحات الأستاذ محمد مرسي القوية والمدمرة وتصرحات الأستاذ صبح بالنسبة لتصرحاتها هنطلع فاصل أنا جايب لك سيدي بنص كلام محمد مرسي ده جديد خالق ده هو اللي كان يوم السبت في المنصورة السبت في المنصورة اللي هو المؤتمر السبت كن يوم الحد ولا السبت مش فاكر في المنصورة يوم السبت أعتقد يوم السبت لا يوم الحد أنا كنت هناك ما حضرتش المؤتمر الشعبي حضرت لغاية افتتاح المكتب مقر الحزب وانصرفت يعني تصرحات المنصوبة لي أن المطالبين بالدستور أولا عملاء للصهينة والأمريكان فيها تدليس وفيها افتراء وفيها كذب ووقيعة بين دكتور مرسي وبين القوى السياسية السبت ده هيؤكد ده هيؤكد وحتسمعه حضرتك إن شاء الله صوت وما فيش صوت طيب خلاص صوتيا بعد الفاصل السدي اللي بيؤكد دكتور عسام العريان أنه ينفي كل تصرحات أنه تصرحات محمد مرسي هو لم يتهم أحد أنه أذنب الصهينة هو تهم الصهينة والأمريكان أنه هم اللي عايزين يعوقوا المسئلة الديمقراطية عايزين تعرفوا الأستاذ محمد مرسي قال إيه؟ بعد الفاصل في محطة مصر خيادة مصرية سمر